طلاق هنالزاهد وأحمد فاهمي رسميا متطلقين من شهور وكانوا مستنين يعلنوا في الوقت المناسب هل خلافتها مع زوجة كريم فاهمي السبب ولا رفضها الحمل زر انفصال هنالزاهد وأحمد فاهمي صدمة كبيرة في الوسط الفني بعد إعلان هنالزاهد طلاقها رسمي من أحمد فاهمي خاصة بعد الأنباء اللي خرجت مؤخرا ونفتها والدتها وقالت إن حياتهم تمام على مدار أربع سنين من زواج أحمد فاهمي وهنالزاهد وهم مصدر غني وماد خام للشائعات وكل فترة والتانية تطلع إشاعة عن طلاق سنائي أو وجود خلافات بينهم وعلى الرغم من التزام الصمت في كل مرة إلا إن الشائعات بتتجدد من تلقاء نفسها وخلال الساعات اللي فاتت أكد أكتر من مصدر إعلامي خبر انفصالهم رسميا بهدوء حتى يتم الإعلان الرسمي في الوقت المناسب وتقال أكتر من سبب في ناس قالت إنه بسبب رفضها نزاهد فكرة الحمل والولادة الأمر اللي أصار غضب والدت أحمد فاهمي من ناحية تانية قال البعض إن السبب في خلافهم المرة دي وانفصالهم هو الخلاف الممتد ما بين هانا الزاهد وزوجة كريم فاهمي أخو أحمد واللي حصلت بينهم من فترة طويلة وعلى أساسها لغى السنائي متبعتهم لبعض ومن وقتها ما ظهروش في أي مناسبة يبدو إنهم ما تصلحوش وتقال إن ده بطريقة أو أخرى أثر على علاقة أحمد وكريم وبالتالي أثر على علاقة أحمد بهانا وحصل الطلاق أحمد وهانا التزموا الصمت تماما ومحدش فيهم اتكلم ولا كذب ولا أكد لكن والدة هانا الزاهد خرجت عن صمتها وردت على الشائعات دي وقالت هانا وأحمد علاقتهم ببعض ممتازة وإن كل اللي بيتقال ده إشعاية وتفهات ملهاش أي أساس من الصحة وهانا حاليا منشغل بتصوير في المهج جديد مع الفنان هشام ماجد ومش مركزة مع اللي بيتقال ده لكن المفاجأة الكبيرة فجرتها هانا الزاهد بعد ما نزلت ستوري على حسابها بإنستجرام وأعلنت فيه رسميا طلاقها من أحمد فاهمي وقالت تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير ودي مش أول مرة اللي بينتشر فيها خبر طلاقهم وكانت آخر مرة قبل دي قبل كام شهر وتقال إن الانفصال حصل في سرية تمة واتفقوا على عدم إزاعة الخبر عشان فيلمهم مستر أكس مايتقصارش وده اللي تم نفيه بشكل قاطع بعد كده هنقصوا ناقي البعض بأعمالهم اللي بعد كده فأحمد هنقصوا ناقي البعض بأعمالهم اللي بعد كده فأحمد هنقصوا ناقي بسيب ونسيب وهي روجت لمسلسل صفاح الجيزة ومن بداية زواجهم في 11 سبتمبر 2019 كل فترة بتطلع إشيعة زي دي بس المرة دي اللي زاد من الشقيعات قوتها إنهم من فترة طويلة جداً ما ظهرواش مع بعض ولا نشروا صور لبعض في ذكر جوازهم لكن في شهر 7 اللي فات ردت هنا على الشقيعات دي وقالت لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها تعرفها ما بحبش أطلع أقول لأ أو آه لأني بحيث إنها بتكبر الموضوع أكتر وخلال لقاءها مع الإعلامي عمر قديب قالت عشان أنت اخترت تبقى ممثل أي إشيعة بتطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تأثر على نفسيتك أكيد أنا إنسانة واتأثرت بالشقيعات لكن مش برد وحب حياتي الشخصية تبقى بعيدة عن شغلي والناس تتكلم عن أعمالي وكمان أحمد فاهمي في تصريحات تليفزيونية إنه بشكل مستمري بتظهر عنه إشعاعات لكن ما بيحبش يتكلم عنها لأنه تعود وما بقتش حاجة تشغله ترجمة نانسي قنقر